مباراة كبيرة طبعا من الهلال السعودي عمام تشيلسي الإنجليزي فوز تشيلسي بهدف مقابل لشيء لكن الهلال كان قريب من التعدل في فرص كتير جدا جدا فخلينا ناخد انتباعات جماهير الهلال عقب هذا اللقاء وكمان توقعاته المباراة الأهلي المقبلة في تحديد المكازين الثالث والرابع رأيك كيف الهلال النهاردة في المباراة؟ بغض النظر عن الهلال والشيء الحين أي بطولة كاس عالماندية تبدأ يقولون بطل قارة أمريكا الجنوبية بطل قارة أوروبا في النهاي بس خلنا نكون واقعيين بالمراستاه النهاي بالموت وأحرج الأهلي المصري واليوم كلنا شفنا الهلال شو سوى في تشيلسي تشيلسي أوكي قول بطل أوروبا نادي كبير عندها اسماء بس لو نشوف اليوم هدف تشيلسي مش ملعوب غلطة مدافع والهلال ضيع التعادل في كرات ممكن كانت يعني تحرج دافعين تشيلسي في إنذارات الحكم ما أعطاهم إياها مرتدات كثير الهلال ونقول مبروك للشعب العربي هذا النادي الصراحة الله ملك الحمد مباراة حلوة والهلال ما قسر مستوى كبير تسعين دقيقة بروح قوية تشيلسي ثلاثة واربع هجمات كانت قريبة من المرمى الهلال هجمتين كانت قريبة وكانت محققة لو لا ضياع الفرص اللهم لك الحمد واحد صفر قدام أكبر فريق في قارة أوروبا جدا مميزة إن شاء الله إن شاء الله إن نتغلب ونأخذ الثالث من قدام الأهلي وكل الأهلي والهلال عيني نبراس والله توقعت إن شاء الله أول شيء يعني المباريات مثل هذه الفرق طبعا تكون مباريات قوية مباريات حماسية نتمنى للاثنين نتمنى لهم الفوز إن شاء الله كبداية من مباراة كتير رح تكون قوية توقعاتي بالفوز هلالي بس صعب شوي أتمنى فوز الأهلي الهلال السعودي لعب مباراة قوية جدا لعب لعب فريق عالمي استغربت إن اللعب اللي يلعبه بس إن شاء الله هلعب مع الأهلي المشيك جاي ولعب الفرقين لعب حل واللي يفوز للتين فرقين حلوين يعني أنا بتوقح أتكون مباراة قوية جدا بحاول بهني الفريق الهلال على المستوى اللي قدموا النهاردة ولكن كأهلاو إن شاء الله بتمنى فوز الأهلي وإن شاء الله إن شاء الله بمعرجوع اللعب الدوليين اللي كانوا مع المنتخب إن شاء الله بيعطوا قوة وإضافة لفريق النادي الأهلي إن شاء الله ونتمنى إن المستوى يتحسن عن المباراة اللي فاتت ونشوف مستوى يليك بنادي القرن النادي الأهلي أعظم فريق في القرن الأفريقية وإن شاء الله بنتمنى الفوز للأهلي وأنا أتوقع إن شاء الله يكون مباراة قوية للفريقين أشقاء إخوات عرب ولكن في النهاية أنا بتوقع فوز الأهلي إن شاء الله الأهلي فريق قوي جدا لو كانت العناصر كلها مكتملة طبعاً المستوى يكون متغير يكون غير خالص طبعاً اللعيبة الدولية بيعطوا إضافة لأي فريق اللعيبة الكبار يعني الإصابات وكان الأهلي كمان غير محظوظ جداً في الإصابات زي ما بنقول احنا بالبلد المستشفى إن شاء الله فيها عدد الإصابات كتير جداً ودي بتقلل من القوة الضربة بتاع الأهلي طبعاً بتفرق لما يكون عندك لعيبة الدولية موجودة ويكون عندك الإصابات كلها موجودة بتعطي مساحة للمدير الفني الخيارات بتبقى متاحة قدامه كتير بتاعت القوة وإضافة إن شاء الله نتمنى مع رجوع الدوليين وانضمامهم تاني ودخلهم في المستوى ودخلهم في الفعاليات البطولة إن شاء الله في رئيتين كبار جداً الأهلي مصري والهلال السعودي نتمنى أنها تكون قمة عربية مليئة بالإصارة والنديندية وده أمر سيكون مؤكد نحن على المستوى الشخص نتمنى فوز النادي الأهلي في هذه المباراة وإن شاء الله بإذن الله يحاق المدالية البرونزية أنا عبر الستوديو تفضل كافيسة